السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الرابع الابتدائي رح ناخذ الدرس الاول من الفصل العاشر القياس اخذنا بالمحاضرة اللي قبلها حلينا الاختبار القبلي وان شاء الله اليوم رح نشرح لدرس الاول صفحة 184 محيط ومساحة المربع والمستطيل رح ناخذ لنا اربع امثلة هناخذها وان شاء الله عن الفيديو اللي يجي انحل صفحة 185 و186 محيط ومساحة المربع والمستطيل لازم اول مرة تعرف شنو هو تحفظ محيط مربع ومستطيل تحفظ محيط المربع وتحفظ محيط المستطيل وتحفظ مساحة المربع وتحفظ مساحة المستطيل يعني محيط المربع ومساحته ومحيط المستطيل ومساحته خلينا اكتبكم بالورقة اللي هي نقول محيط المربع يضعيني محيط المربع شي ساوينا محيط المربع طول هياته محيط المربع أربعة في لام يعني شنو يعني محيط المربع أربعة في لام اللي يقصد شنو مجموعة طوال أضلاعه الأربعة يعني شنقول أربعة في لام هذا شنو هذا محيط المربع محيط المربع أربعة في لام مساحة المربع يساوينا طول الظلع في طول الظلع يعني لام في لام أو طول الظلع في نفسه نفس الشي هذا محيط المربع ناخذ مساحة المستطيل مساحة المستطيل الطول في العرض ومحيط المستطيل الطول زائد العرض في اثنين الطول زائد العرض في اثنين هذني أحفظهن يلا أجاوب ما نعرف نجاوب إذا ما نحفظهن خلينا ناخذ المثال الأول المثال الأول شي يقول لي يقول لي فقرة التعلم خلينا ناخذها أوجدت حنان محيط الجدارية بجمع أضلاعه الأربعة ثنين متر زائد ثنين متر زائد ثنين متر زائد ثنين متر يساوين ثمانية متر هل تستطيع حنان إيجاد المحيط بطريقة أخرى؟ أقول محيط المربع أتعلم؟ أقول محيط المربع محيط المربع يساوي نشنية أربعة في لام زين؟ هو إيجاد مطينا إياه؟ مطينا ثنين متر يعني شنضرب؟ نضرب أربعة في ثنين ويساوي نثمانية هذي طلعت محيط الجدارية اللي هي ثمانية هاي فقرة أتعلم نجي عليه ثانيا ثانيا المثال الثاني ياتع قايل لي مساحة لا لا مسجد قاعدته مربعة الشكل وطول أحف ضلعي خمسة وعشرين متر ما مساحته ما دام قايل لمربع إذن أقول شنوه؟ يريد المساحة أقول مساحة المربع شنوه؟ طول الضلع في نفسه يعني نضرب الخمسة وعشرين في خمسة وعشرين يلا عيني دخل نغير اللون ثانيا أقول مساحة المربع مساحة المربع يساوينا لام في لام يعني طول الضلع في نفسه طول الضلع في طول الضلع أو طول الضلع في نفسه زي ويساوينا إذن قاعدة مطينية هو مطينية خمسة وعشرين نضربه في خمسة وعشرين حنضرب ضرب عادي 25 في 25 5 في 5 25 5 في 2 10 10 12 أصفر المراتب 2 في 5 10 2 في 2 4 1 5 نبدأ نجمع 5 2 6 طلعنا 625 شنو هذا 625 متر مربع 625 متر مربع هاي مساحة قاعدة المسجد زي نجي على هاي صفحة 184 أخذت مثالين نجي على صفحة 185 هناخذ أيضا الثالث والرابع الثالث شي قل لي يرغب وائل في إيجاد محيط كتاب الرياضيات هياته كتاب الرياضيات طولة 30 سنتمتر وعرضة 20 سنتمتر زي يلا عيني هو كتاب الرياضيات شنو يعني باعتبار شنو كتاب الرياضيات كتاب الرياضيات مستطيل إذن شاقول محيطة محيط الكتاب شنو الطول محيط المستطيل هسا احنا اش قلنا الطول زائد العرض في اثنين أقول محيط الكتاب هو جايل لي جايل لي محيط الكتاب جايل يرغب في إيجاد محيطه 30 سنتمتر وعرضة 30 سنتمتر محيط الكتاب نقول اثنين يعني نقول جايل هو اثنين في ثلاثين نقول اثنين في ثلاثين وبعدين نزيده من اثنين في عشرين يعني شنو هو مقايل 30 سنتمتر وعرضة 20 سنتمتر رح نضرب اثنين في ثلاثين واثنين في عشرين زين اثنين في ثلاثين ستين زاد واثنين في عشرين أربعين شي ساوينا مية إذن محيط كتاب الرياضيات ميت سنتمتر ميت سنتمتر ها عيني يعني هو قانون محيط المستطيل شنو قانون محيط المستطيل اللي اخذنا قانون محيط المستطيل الطول زائد العرض في ثنين محيط المستطيل الطول زائد العرض في ثنين هسه خلص المثال الثالث نجي على المثال الرابع يقول اراد مزارع زرعة زراعة أرضا مستطيلة طولها 20 متر وعرضها 15 متر بأشجار الحمضيات ما مساحة الأرض التي زراحها رابعا هاي الثالثين وهنا رابعا مساحة الأرض هي مساحة قايل لها مستطيلة إذن مساحة المستطيل يساوي الطول في العرض مساحة المستطيل الطول في العرض زين اشجاد مساحة اشجاد الطول اشجاد مطينية مطينية طولها 20 وعرضها 15 نضرب 20 في 15 ويساوينا الصفر 2 في 15 2 في 1 2 1 3 اشجاد طنعنا 300 متر مربع هاي مساحة الأرض الزراعية تساوي 300 متر مربع ما بيشي بسيط بس المهم أحفظ القوانين وإن شاء الله على الفيديو اللي يجي انحل فقرات أتأكد وفقرات أحل وأفكر وبالتوفيق يا رب اشتركوا في القناة